اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين مشاريع التغذية الجديدة في اليمن لا تلبي احتياجات 17 مليون فقير ونازح في البلاد في اليوم العالمي للغذاء خطة اممية للاستفادة من اللاجئين في رفض القطاع الزراعي بالأيد العاملة وفي النشرة ايضا كوريا الجنوبية تستعد لاستضافة محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة اكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم اهلا بكم مشاريع التغذية في اليمن تسادف الاسر النازحة والفقيرة وتهدف الى التخفيف من خطر المجاعة وسوء التغذية بين الاطفال مشاريع ومع قلتها لا تستطيع تلبية حاجة ملايين اليمنيين العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية مع استمرار الحرب احمد زبيب على كرسي الاعاقة اتت سحر حاملة اوجاعها بحثا عن طعام لها ولأسرتها عبر مشروع التغذية المدرسية الذي تم تتشينه في صنعاء ومع قلة الدعم فسلة غذائية واحدة جل ما حصلت عليه سحر علها تخفف من متلازمة الاعاقة والفقر لديها أنا كمعاقة احتاج الى دعم المواد الغذائية والمواصلات وكاشغال الدوية المواد الغذائية انقطعت تماما ما كانت من سنة لا سنة تنزل اكثر تدشين توزيع المساعدات الغذائية بامانة العاصمة واحدى عشرة محافظة اخرى يستهدف اكثر من اربعمائة الف اسرة نازحة ومتضررة من حرب التحالف هذا المشروع العملاق يعمل في هذه المرحلة على التخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل الحرب القائمة حيث والمشروع يستهدف اكثر من 479 الف اسرة اي ما يقارب ثلاثة مليون شخص هذه المشاريع وغيرها تأتي مرة كل ثلاثة او اربعة اشهر الا انها لن تلبي احتياجات الغذاء لأكثر من 17 مليون نسمة منهم عشرة ملايين يعانون من انعدام الامن الغذائي حالات الاطفال ذوي الاعاقة والمصابين بامراض مزمنة هو ما تركز عليه هذه المشاريع كي لا يفاقم الوضع الغذائي الصعب من معاناتهم ومرضهم مشاريع التغذية التي تنفذها جهات محلية واخرى خارجية تبقى مؤقتة وغير دائمة وكما يرى مراقبون لن تغير من حال ملايين الاسر التي فقدت كل سبول العيش الكريم مع استمرار حرب التحالف احمد محمد زبيب صنعاء الميادين ينطلق الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض منتدى مستقبل مبادرة الاستثمار بمشاركة عربية ودولية واسعة والذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي ويأتي هذا المنتدى الذي يستمر لثلاثة ايام وسط جهود السعودية لتنويع اقتصادها وتدعيم رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 حيث ينتظر ان يشارك فيه نخبة من وزراء ورؤساء شركات عربية ودولية بالاضافة الى ممثلي مؤسسات حكومية وصناديق سيادي تحويل الهجرة من انتقال الازمات الانسانية والاقتصادية الافراد الى فرص للانخراط في النشاط الزراعي بهدف تحقيق الامن الغذائي في البلدان المضيفة هدف اعلنته منظمة فاو وذلك خلال احتفال في يوم الاغذية العالمي في بيروت ايمن فاضل 244 مليون نسمة هو عدد المهاجرين خلال عام 2015 وذلك بنسبة زيادة قياسية تصل الى 40% مقارنة بالعام 2000 ربع اللاجئين عالميا يقيمون في ثلاثة بلدان فقط هي تركيا وباكستان ولبنان ولبنان واحدة يستضيف اكثر من مليونين ونصف مليون لاجئ وهو ما يفوق نصف عدد مواطني وزير الزراعة اللبنانية غازي زعيتر اكد ان وزارته تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لمساعدة اللاجئين والقرويين على الصمود اقتصاديا نحن والمنظم وكل المعنيين المنظمات المعنية بتأمين عمل واستصلاح ارض وتوفير اي مجال عمل لهذا المواطن هو عم بيرجع لمنطقته للريف ان كان في البقاع او في الشمال او في الجنوب وهذا هو الدور الاساسي نحن عمنا نجد له فرصة عمل في منطقته بانتاج المواد الغزائية وايضا سلامت هذه المواد الغزائية تصاعد الحروب والنزاعات الفقر والمجاعات والكوارث البيئية عوامل ادت الى توسع هذه الظاهرة ما دفع منظمة الاغذية والزراعة تابعة للامم المتحدة الى اعلان خطة لمساعدة لاجئي الحروب والمهاجرين نحن لدينا سجل طويل جدا في دعم مشاريع عديدة في جميع القطاعات الزراعية كان في الانتاج النباتي الانتاج الكيواني المصريد الاسماك الغابات الري بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة اللي هو شركنا الاول وتجمعات المزارعين والنقبات والتعاونيات الزراعية وتؤدي ممارسات الشركات التي تنتج محاصيل معدلة جينيا تؤدي الى تراجع كبير في قدرة صغار المزارعين على تصريف محصولهم اضافة الى خلق صعوبات كبيرة في خفض اكلاف الانتاج حيث تسعى فاو بالتعاون مع الحكومات في البدان النامية الى تحقيق التنمية الريفية المستدامة وذلك عن طريق دعم الفلاحين لزيادة محاصيلهم واقامة الصناعات الغذائية ما يسهم في تعزيز صمود المجتمعات المحلية اكدت وكالة فيتش العالمية تصنيفة لايتمانية للكويت عند اي اي مع نظرة مستقبلية مستقرة مستبعدة فرض عقوبات خليجية على الكويت في ضوء استمرار روابطها مع قطر وايران فيتش قالت ان الاعتماد الزائد لاقتصاد الكويت على النفط والمخاطر السياسية وضعف الحوكمة ومناخ الاعمال عوامل تحد من نقاط القوة الايتمانية للبلاد وحذرت الوكالة من تصاعد التحديات المالية بفعل اعباء الرعاية الاجتماعية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام تستحوذ الدول العربية على ثروات ضخمة وهائلة من الطاقة الاحفورية ترتكز على البترول والغاز الطبيعي مما مكنها من تبوء مكانة هامة في سوق امدادات الطاقة العالمية دول تسعى الى الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الجهود الدولية الساعية الى فرض قيود متزايدة على الكربون فاطمة روماني اهلا بكم يتوقع خبراء في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ان يرتفع حجم الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة الى حدود 900 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 فقد بلغت نسبة التطور السنوي في قيمة الاستثمار في الدول الناشئة نحو 19% متفوقة في هذا الشأن على الدول النامية التي تراجع حجم استثماراتها في هذا القطاع بنسبة ثمانية في المائة عام 2016 وكان حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبديلة قد بلغ في الفترة الممتدة بين العامين 2004 و2015 حوالة رليوني دولار فاصلة ثلاثة كلفة تجهيزات انتاج الطاقة المتجددة شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية حاليا تصل التكلفة الاستثمارية لانتاج ميجاوات واحد من الكهرباء من مزارع الرياح الى 22 دولارا ومن الطاقة الشمسية الى 40 دولارا ومن الغاز الطبيعي الى 52 دولارا ومن الفحم تصل التكلفة الى 65 دولارا وحدد بعض الدول العربية اهدفا اجمالية للطاقة المتجددة نبدأ من الامارات التي تتبع حاليا استراتيجية جديدة للطاقة لعام 2050 تتضمن استثمارات بنحو 164 مليار دولار والسعودية طرحت خطة تستهدف من خلالها توليد 9 جيجاوات فاصلة 5 من الكهرباء من الطاقة المتجددة باستثمارات تصل قيمتها الى 50 مليار دولار بحلول عام 2023 اما الاردن فقد وقعت عقودا بلغت قيمتها 1350 ميجاوات وهناك جولة جديدة من المشاريع بقدرة 300 ميجاوات تنتهي منتصف الشهر المقبل وفي البحرين تم ادراج الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة بنسبة 5% من استهلاك الطاقة الكلي في البلاد بحلول عام 2025 اما مصر فتخطط لانتاج 37% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 وهي تنتج حاليا نحو 750 ميجاوات من طاقة الرياح والمغرب يطمح الى تحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة المتنوعة الهوائية والشمسية والمائية اما تونس فالى 30% والجزائر الى 40% واتوقع الامين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة ان يصل حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي الى 300 مليار دولار امريكي بحلول عام 2030 توقض في كوريا الجنوبية الدورة العشرون للمفاوضات الرسمية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة بمشاركة 16 دولة بدءا من الثلاثاء حتى السبت المقبل ويتوقع حضور 800 شخص من الدول المعنية لهذه المباحثات التي تعد اخر المباحثات التجارية الدولية لعام 2017 واذا تم توقيع الاتفاقية في المستقبل القريب فسوف تكون اكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم وتشمل 30% من حجم التجارة العالمية نفى مسؤول اوروبي رفيع المستوى ما اردته صحيفة المانية ان رئيسة الوزراء البريطانية ريزا ماي المحبطة توسلت رئيسة المفوضية الاوروبية جون كلود يونكر ليساعدها على حلحلة مفوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي وكانت صحيفة فرانك فورتر الجايمي قالت ان يونكر ابلغ مستشريه بعد تناول العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية الاسبوع الماضي انها مضطربة وتبدو على عينيها اثار عدم النوم وتعاني من المعارك بشأن خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة